السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الثاني لهذا العمل أو هذا النصف طوق فهذا الجزء هذا غادي نشوفوا معايا كيفاش غادي نقدروا أن نحن نجمعوا ما بين هاد المعينات اللي خدمناهم سابقا في الجزء الأول الرابط دياله غادي نطلقوه أسفل الفيديو في صندوق الوصف أما الآن فغادي نخدموا اللواية فوق هاد الخدمة هادي ومن بعد إن شاء الله غا نوريكم كيفاش تجمعوا ما بين هاد ما بين الأجزاء يعني ما بين الجيهة الإمنية والجيهة الإسرية المهم تابعوا معي الفيديو الطريقة سهلة وبسيطة بزاف وفي نفس الوقت كتعطيوا هاد المنظر جميل جدا هنا أول حاجة كتبتي الخيط ديالك أول مرة وكتدير الغريزة الثانية الآن غادي نبقا كنخدم على هاد الغرزة باش يعني نرتافع فهدي الطريقة المناسبة للارتفاع واللي كتعطينا الغرز يعني مقادين سواء في هاد الخدمة سواء في خدمة خرق بالزاف ديال المرات كنحتاج لها الطريقة هادي فأنا غادي نمشي بشوية راح دو معايا مزيان هنا أنا ما غاديش هاد اللواية هادي ما غاديش نخدم فيها الغرز بالزاف فغادي نرتافع غير بثلاثة ديال الغرزات يعني ثلاثة ديالغرزات أنا بالنسبة لي بارعكة يعني مناسبين اللي بغا ترتافع باربعة مشي إشكال واحد اثنان ثلاثة لاحظوا معايا عندي ثلاثة ديالغرزات وغادي نرجع أن نخدم عليهم واحد كترجعي في هادك الغرزة اللخرة اللي درتي هي اللي كترجعي تخدمي فيها باش تقدري أنك تدوري وتهبطي التحت نجيو الغرزة اللي عندنا في الوسطة اثنان فانا غا نحاول أنا نمشي غرب شوية وهنا غادي نخدم الثالثة هاد غرر البدية ديالي كتكون شوية سعيبة مع الخيوطة مازال مشادين شعني راسهم ولكن شوية غدا سبدا تسهل الغرزة هنايا كنا نخدموه على هادك الضفايرة اللي خدمناها سابقا لاحظوا معايا مزيان غادي نرجع في الغرزة الاولى وتحاولوا دي ما تبتو الغرزة ديالكم مزيان هنا نمشي الغرزة الثانية والثالثة اللي هي عندي الاخيرة هنا انا ما غاديش نستعمل ضفرة كين هنا اللي كتستعمل ضفرة واحد اخرى يعني نفس الطريقة اللي درناها من اللي كنا خدامي المعينات خدمنا المعين و كنا كنشدو فاذيك الضفرة اللي عندنا الفوق فحتى هنا تقدرو انكم تديروها يعني تخدمو هاد اللواية ديالكم و عاوض يعني باش تدوروا بهذا كيفما انا درت كتديري غريزة ديالك في الضفايرة هي نوعا ما كتعاونك في المرحلة المقبلة ولكن انا فضلت اناني بلاش قلت بلا ما نستعملها و حتى الضفايرة هيارة كتضيع الوقت بانا كتبقي كالضفرة و عاد من بعد ترجعي تخدمي وتقريبا نفس الخدمة غدا تخدميها سواء كانت ضفرة ولا ما كانتش هاد الشي علاش انا قلت بلاش ما كيلاش نستعملها غادي نمشي عادي جدا كتخدمي ثلاثة الغريزات ديالك على الضفرة و من بعد كتمشي يعني كتمشي غير عادي ما كتبقيت الضربة في هذه الضفرة غير هو في المرحلة اللولة مهمة يعني في هذه المرحلة ديال المعينات كتكون هذه الضفايرة مهمة لان احنا قدرون نتبتو عليها المعينات و في نفس الوقت نتبتو عليها اللواية المهم الطريقة كيف ما شفتو معايا بسيطة وسهلة و الاغلبية هم كيعرفوا يخدموا اللواية و سبق ليا و خدمتها في واحد جلابه بالقوزة كنا خدمنا القوزة في الوسط و درنا لها اللواية مع الجناب اما الان فهذه خدمة واحدة اخرى مختلفة لاحظوا معايا دائما ثلاثة الغرزات و غتمشيوا حتى توصلوا للعدد اللي بغيتوا هنا لاحظوا معايا مزيان واحد المدال حساب من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثلاثة ثمانية تسعة عشرة كيف ما شفتو معايا الان انا درت عشرة ديال الغرزات و بديت من هذيك الغرزات الثالثة يعني الحساب ديالي بديتوا من هذيك الثالثة اللي في الضفرة دائما نكلويوها بحلاكة ببساطة و كنحاول نشوف يعني فين المكان المناسب ليها و صافي و كنت خدميها عادي جداً ما خاصاش تجي في واحد بلاسة كبر و ما خاصاش تجي في واحد بلاسة صغر من الحجم ديالها غير كتدوريها و كتحاول انك تتلقي لها واحد المكان يكون مناسب و كتخدميها عادي جداً درنا الغرزة اللولة ديالنا في الضفرة و من بعد كن رجعو نخدمو عليها ثلاثة الغرزات اللي كنا خدمناهم يعني في سابقاً فهنا هدي الغرزة الوسطانية لاحظتوا معي دبارها الخدمة مقلوبة فكتحاول انك تلقاي هدوك الغرازي و غير هاد الصف اللولة كيكون ما كيبانوش لك فيه الغرازي مزيان من بعد كيبانو يعني عادي جداً فلاحظوا معي غدا نبقى غادة حتى نوصل الغرزة الثالثة و الآن نخدم على الضفرة الغرزة الثانية ديالي هنا واحد ملاحظة بسيطة جداً هنا بطبيعة الحال بالنسبة للزواق يعني من اللي غتوصلوا المرحلة دي لانكم تزوقوا هاد الخدمة ديالكم فكله وحده وشنو غدا تدير يعني كيلي غتتخدم بالبريد كيلي غتخدم بالعقيق كيلي غتدير طرز الرباطي المهم كله وحده وشنو غدا تدير فبطبع الحال انتم احرار كله وحده تدير الحاجة اللي عجباتها غير هو وحد ملاحظة بالنسبة لهاد الخضيمة هادي اللي كان نضرب في الضفرة فانا هنا قدرت ثلاثة ديال الضربات في الضفرة تقدروا بالنسبة لي مثلا غدا تدير البريد فالبريد كيبغي وحد المسافة اكبر تقدروا تديروا مثلا ربعة الغرزات او خمسة الغرزات فوق الضفرة نداب الان كنهدر على هادوك الدربات اللي كيجيونا فوق من الضفرة قبل ما كنبدأوا اللويو هادوك اللوايا فانا هنا مثلا استعملت كم ما قدت لكم غير ثلاثة ديال الغرزات تقدروا تستعملوا ربعة الغرزات او خمسات الغرزات او حتى ستستق ماشي اشكال على حساب نتومق وشنو هي الزواق اللي غادي نديرو اما لو كانت شي واحدة مثلا غادي تدير غير شي نوع مثلا مليزي ستراس ويكون الحجم ديالو صغير فمن الافضل انها تدير غير ثلاثة الضربات فهما كافيين او العقيق حتى اللي غادت تاخد مثلا وحد العقيق يكون مثلا كركاب او اي نوع ديال العقيق يعني عندها فمن الافضل تدير غير هاد ثلاثة الغرزات بالنسبة البريد اللي كان ضمن انه زيد وكبرون مسافة باش تلقوا وراحتكم في الخدمة وتخدموا اللي اعجبكم وصراحة هاد الخدمة هادي الى درتولي هالبريد يعني خدمتوها كاملة بالبريد في هاد الفارغة يعني في هاد المربعات اللي كان ديروهم ما بين كله لوايا ولوايا اعطوا وحد منظر رائع جدا وحتى ذوك المعينات الى قدرتوا يعني انكم تخدموهم فكذلك حتى هو ما غير اعطوا وحد منظر زوين المهم كله وحده تبدع في التزيين ديل هاد العمل هذا انا غنوريكم وحد شكل انتم ما ديرو يعني اللي بلكم مناسب ديروه لاحظوا معايك نبدأوا الحساب دائما من اخر غرزة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دي ما نفس العدد العدد اللي يكون عندك في اللولا كتبقى غادا مستمر عليه حتى توصلي الاخر وحده فلاحظوا معاي الان كيفاش كتدوري هاد الخدمة وكتلصقيها فوق الدفرة هنا واحد ملاحظة انا هاد الخدمة هادي غادي نخدمها يعني على الجهتين على الجهة اليمنى وعالجهة اليسرى بالنسبة اللي غادا تخدمها في جلابة او في قفطان وغاد يكون عندها يعني ضاير يعني عندها من تحت الفوق يعني غادا تديرها من الفوق يعني من الدورة دي العنق حتى الاسفل فغادا تبداي من الاسفل دي الجلابة يعني من الجليل غا تبداي من الجليل وانتي غادا طالعة بنفس الخدمة بهالطريقة هادي الي انا كنخدم بها الان غا تبقى غادا 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 حتى توصلي الدورة دي العنق والدوري مع العنق يعني هاد المعينات غا يجيوك في الدورة دي العنق الى كان عندك قفطان طبيعة الحال يعني الى كان جلابة راح ادك حد القب يعني غادا توصلي القب سافي غادا تحبسي ورقب طبيعة الحال تقدر يعني ديري لي اي نوع دي الدرس وصافي مهم الحاجة اللي عجباتك ديريها كما قلت لكم اللي غا تخدمها في قفطان فغادا تبدا من جليل وتمشي حتى توصلي الدورة دي العنق والدور مع العنق كامل وتعاود ترجع تهبط حتى توصلي الجليل دي الجهة الاخرى يعني مثلا بديتي بالجليل ديال ليمن ستبقى غادا كالدوري مع القفطان ديالك حتى توصلي الجليل ديال ليسر عاد غادا تجي على ذيك الملاقية اللي غا تكون في الوسط من الافضل انك تبديها من صدر يعني من الفوق من هذه الفتحة ديال العنق لاحظوا معايا عندي ليمن وعندي ليسر كما قلت لكم تبدي من جليل ديال ليمن والدوري اعلى العنق حتى توصلي الجليل ديال ليسر مهم كنتمنى ان هذا الجزء الثاني كنا الاعجاب ديالكم انتظروني في الجزء الثالث وشكرا بزاف للدعم ديال خصوصا السيدات اللي يضغطوا على زر الاعجاب قبل ما يشوفوا الفيديو تحية كبيرة لكم تحية كبيرة لكم